أصدر مصرف لبنان المركزي قرارا يسمح للمدعين بسحب 150 دولار شهريا من الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر عام 2019 وقال مصرف لبنان المركزي في سبتمبر الماضي أنه يسعى إلى تدشين منصة للعملات الأجنبية تديرها بلومبرغ بعد الإلغاء التدريقي لمنصة صيرفة والتي تعرضت لانتقادات بسبب الافتقار إلى الشفافية والحوكمة تراجعت أسعار الرفط بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية مسجلة خسائر أسبوعية تجاوزت 7% وسجلت العقود الآجلة لمزيك برينت انخفاضا بنسبة 71% لتبلغ 77 دولار و33 سنت للبرميل كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي انخفاضا بنسبة 2.9% لتبلغ 72 دولار و28 سنت للبرميل وتراجعت أسعار المزود تعالميا بنسبة 1.5% لتصل إلى دولارين و67 سنت للتر وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.41% لتسجل 2.8% لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أثار الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترومب القدل مرة أخرى وقال إنه لن يعين جيرون باول ليرأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي إذا تم إعادة انتخابه في نوفمبر المقبل جاء ذلك تعليقا على قرار البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التواري خلال اجتماعه الأول في عام 2024 وأوضح ترومب أن باول يتطلع لتقليص أسعار الفائدة لمساعدة الديمقراطيين عموما ودعم الرئيس الأمريكي جو بايدن للبقاء في منصبه بعد سلسلة من الزيادات استمرت لأحد عشر اجتماعا خلال العامين الماضيين قرر البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي عند نطاق 5.25 إلى 5.50% وذلك خلال أول اجتماع له في عام 2024 جيرومباول رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي أكد أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي أكد أيضا أن أهداف البنك لتهديئة التضخم بدأت تترسخ وذلك دون زيادة كبيرة في البطالة وأن التقدم المستمر لكبح جماح التضخم ليس أمرا مضمونا هذا وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال ديسمبر من عام 2023 إلى 3.4% مقابل 3.1% في نوفمبر من العام نفسه الفيدرالي الأمريكي ألمح بقدر كبير إلى خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في بيانه بشأن السياسة النقدية الذي خفف من مخاوف التضخم ومخاطر أخرى على الاقتصاد وأسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض كشفت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن إرادات الأعمال وأرباح صناعة الإنترنت في الصين سجلت نموا مطاردا في العام الماضي وأشارت البيانات إلى أنه في عام 2023 ارتفع إجمالي إرادات شركات الإنترنت الكبرى وشركات الخدمات الكبرى ذات الصلة بنسبة 6.8% على أساس سنوي إلى 1.75 تريليون يوان أي حوالي 246.46 مليار أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تقديم مساعدة إنسانية بقيمة 26 مليون يورو لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في تركيا والمتضررين من تداعيات الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد مؤخرا وذكرت المفوضية في بيان أن هذا التمويل سيعالج لاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية أناجم عن آثار الزلازل وأزمة اللاجئين الإقليمية وسيوفر خدمات الحماية للمجتمعات الضعيفة مثل طالب اللجوء مشيرة إلى أن 4 مليون يورو من أصل المبلغ تم تخصيصها للتعليم في حالات الطوارئ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر